وفي خبر أخير أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ أن الشركة تعمل على برنامج أبحاث للذكاء الصناعية استهدف خلق عوالم افتراضية عبر أوامر صوتية ويرهن مارك على أن ميتا فيرس سيكون خليفة الإنترنت وأن مشروع الشركة الذي يدعى كايروكي هو نموذج شبكي شامل لبناء وسائل مساعدة صوتي على الأجهزة كما أعلنت ميتا أن فريقها البحثي بنى حسوبا عملاقا جديدا للذكاء الصناعي يعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم عند اكتماله في منتصف عام 2022